اللي الجيش عملوه من امتى؟ من بعد ما خد طعنة نجلاء في 67 وعاد درس والعوز والحوجة اللي هو عاشها واللي كانت سبب من أسباب جولة لفنانين عظام يروحوا يعملوا كده عشان يجيبوا دعم ليه في حربه المقدسة قلنا ليمكن أبدا دي درس بنتعلم أن الجيش يبقى كده تاني طب يبقى الأمن القوم المصري متعلق في رقابته أيوة زي ما حصل في 2013 و2011 طب يبقى متعلق في رقابته في أنه يكمل ويبقى يدعم ما أمكن أيوة ده الدور يعملوا أيوة يعني الكلام ده حيزع لدكتور مصطفى والله حيزع لدكتور مصطفى طيب أعزع لك بجد يا دكتور مصطفى أستنقى على هوا خالص يعني فـ المينة اللي بنتكلم عليها دي دي بقى أحسن مينة في الدنيا كده شوفنا مع المصطفى إزاي مين عنده حل تاني من أبو إير أخش جوى البحر تاتة 4 كيلو أحمد أخش يا أحمد عشان أضيف سبع مليون متر سبع مليون متر فين؟ لمدينة الإسكندرية اللي غرقانة في التجاوز سبع مليون متر جوى المية وأعمل أرصفة فيها ثلاثين وعشرين متر مش كده أحمد؟ وعشان خمسراشر كيلو؟ مين ده؟ مين اللي بيعمل رصيف خمسراشر كيلو ده؟ أنا شركة في العالم أنا عايز أقول إيه؟ لما حد بيسعني بيقول إيه أنت مش خايف من التغطية الإعلامية اللي مش موجودة للواقع اللي بتعمله يبقى وصل الناس ردته عملت لهم الناس موجودة في كل حتة شايفة الشغل قدامها اللي ساكن في المقاطم يشوف واللي ساكن في المرج والمطارية اللي ما بيخشهمش غيري وعند شمس وكده يشوف عشان نغير حياة الناس فأنا بقولي الكلام ده لأن ده الارتباط بالإصلاح الاقتصادي والمصار دوت والحوار المجتمع يا دكتور دياء الحوار اللي إحنا بنعمله مع بعضنا عشان نبقى إحنا كلنا بنتكلم لغة واحدة فضل الحم بنتكلم لغة واحدة تبقى شبكة المواني اللي موجودة عندنا إيه اللي يحصل يا كامل؟ قول بيجروا عليك إزاي؟ هاتك تليفون الميكروفون لو سمعت هوا يا كامل كامل نحن فندم بوعون الله شكرا